في إطار التقدم المستمر والانتصارات المتتالية للمقاومة اليمنية في جبهة الساحل الغربي خلال اليومين الماضيين تمكنت المقاومة وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية من تحرير مديرية الوازعية من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران خطوة مهمة استعادت بها قوات الشرعية غربي تعز بشكل كامل ومهدت طريقها إلى الحديدة لإنهاء الوجود الحوثي هناك الوازعية في قبضة المقاومة اليمنية تطور مهم يضع المواجهة ضد الحوثيين في جبهات الساحل الغربي تصل إلى نقطة الحسم بتحرير الوازعية تحقق المقاومة مدعومة بالقوات المسلحة الإماراتية الكثير من أهدافها التي رسمتها على طريق الوصول إلى الحديدة ميدانياً يعني ذلك تحرير كامل مناطق غربي تعز وهو ما يسمح للمناطق المحررة في داخل تعز أن تكون على تواصل مع الوازعية كذلك يكون الطريق الرابط بين الوازعية وعداً في مأمن من هجمات الحوثيين لكن يبقى الهدف الأبرز للمقاومة هو تحرير الحديدة ليسهل هذا التطور العسكري باستعادة الوازعية التحرك شمالاً لحسم المعارك في التحيطة والجراحي الوازعية كانت أهم المدريات التي يتم عبرها تهريب السلاح للحوثيين موقعها الاستراتيجي الرابط بين العديد من المدريات جعلها محوراً مهماً من محاور المواجهات على جبهة الساحل الغربي لليمن ويأتي تحريرها ليؤكد الانهيار المستمر لميليشيات الحوثي التي تتكبد خسائر كبيرة في كل الجبهات ما يفقضها الروح المعنوية حيث لم يعد أمامها حالياً إلا الفرار خاصة في ظل افتقادها للحاضنة الشعبية في هذه المناطق مع انضمام القبائل هناك لمعسكر المقاومة ويرى خبراء أن المعارك في الساحل الغربي تدور حالياً بوتيرة سريعة وهو ما ينعكس ميدانياً بتحرير المديرية تلو الأخرى ليكون ذلك نتيجة للدعم الكبير الذي تقدمه القوات الإماراتية والتحالف العربي لصالح المقاومة اليمنية التي تثبت أقدامها عسكرياً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عموماً للمزيد حول هذا الموضوع معنا من القاهرة القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام عبد الرحيم فتيح أستاذ عبد الرحيم أهلاً وسلام بك على سكاي نيوز عربية كيف يمكن قراءة الانتصارات العسكرية التي تحرزها قوات الشرعية في الساحل الغربي لليمن وآخرها كانت في معسكر العمري وفي مدرية الوزعية أصعد الله مساءكم وأنت وجميع المشاهدين الكرام أولاً بالنسبة للانتصارات التي يحققها المقاومة الوطنية والوية العمالقة والمقاومة التهامية في الساحل الغربي هو تكتيك عسكري مهم حيث سيطرت المقاومة الوطنية حراس القمهورية والوية العمالقة والمقاومة التهامية على عدة مناطق أولها المعسكر العمري ثم مديرية موزع وكذلك مفرق البرح ومنطقة البرح ومديرية الوازعية يومنا هذا حيث تم السيطرة على مديرية الوازعية كاملاً وتم أسر أكثر من ثلاثين حوثي وتم قتل عدد منهم حيث من نجا من هذه الميليشيات تم الفرار والبعض الآخر قام بقتل نفسه حيث من لم يستطيع الفرار فيقوم برمي قنبلة عليه وعلى أصحابه حيث قام أحد المشرفين برمي قنبلة عليه وعلى زملائه حيث قتله وقرح سبعة من زملائه من هذه العصابة وتم أسر أكثر من ثلاثين حوثي البعض يقول بأن عمليات الهروب الجماعي وفرار الحوثيين من جبهات القتال خصوصاً في جنوب غربي تعز إنما مرده لسحب هذه الميليشيات مجموعاتها للدفاع عن محور صنع الحديدة برعيك هل هذا دقيق؟ هذا الموضوع غير دقيق هناك انتصارات تقوية التكتيك العسكري كان مهم جداً هناك خطة عسكرية عدة من حراس الجمهورية والوية العمالقة والمقاومة التهامية حيث هناك غرفة عمليات مشتركة لهذه القوى تحت إدارات القوات الإماراتية حيث التكتيك العسكري بدأ بقطع الإمدادات والطرق التي تؤدي إلى منطقة الوازعية ومنطقة موزع وتم محاصرة هذه الميليشيات في تلك المناطق ولا يوجد لديهم سواء الفرار أو الاستسلام منهم من استسلام ومنهم من فر وهنا التكتيك العسكري في هذه المناطق وفي هذه الظروف تكون مهمة جداً حيث هناك عسكريون وقادة عسكريون وخبراء عملوا على تكتيك عسكري مهم وهناك خطوات تمت في تأمين الظهر حيث سيتم الخطوة القادمة هو تحرير محافظة الحديدة لأن لا يتم تحرير محافظة الحديدة والوازعية وموزع وهذه المناطق بيد هذه الجماعة لا بد من تحرير هذه المناطق قبل السير إلى محافظة الحديدة على ذكرك للحديدة أستاذ عبد الرحيم الوتيرة السريعة والخاطفة من العمليات العسكرية التي قامت بها المقاومة اليمنية وألوية المقاومة أيضاً إلى أي حد يجعلنا نتكهن بأن معركة الحديدة ستكون خاطفة وسريعة أيضاً نعم بالنسبة لمنطقة الحديدة أنا أستطيع أن أقول ما بعد حيث والقرح أسهل من مناطق الوازعية وموزع مناطق الوازعية وموزع تضاريس قبلية أنا كنت أقول أن هناك سيتم أكثر من أيام لتحرير هذه المناطق ولكن الحاضنة الشعبية لهذه الميليشيات التي طغت وبغت في هذه البلاد انفضت من حولها هناك انتفاضة شعبية من داخل هذه المديريات هناك انتفاضة من جميع المناطق التي تقدم فيها القوات الوطنية القيش الوطني وكذلك المقاومة القنوبية هناك انتفاضة شعبية انتفاضة من جميع المناطق التي تسيطر عليها القيش اليمني حيث يتقدم القيش اليمني خطوة وهناك خطوتين من الأمام من داخل المناطق التي يتم تحريرها نعم وعلى ذكرك لهذه الانتفاضة الشعبية سجلت الكثير من العمليات قيام المواطنين بالانضمام إلى القوات الشرعية إلى المقاومة اليمنية قاموا وانتفضوا على الحوثي وانضموا لهذه المقاومة ما الإشارات التي يمكن أن نلتقطها هنا نعم ما سهل سقوط أو تحرير مديرية الوازعية وكذلك موزع والمناطق التي تم تحريرها يعود الفضل لله سبحانه وتعالى وللأبطال الأشاوس من قوات العمالقة وحراسة الجمهورية وكذلك أبناء هذه المناطق أبناء هذه المناطق لهم دورا كبير في الانتفاضة الداخلية الحاضنة الشعبية أصبحت للحوثيين غير مقبولين في هذه المناطق وفي كل مناطق الجمهورية هناك انتفاضة كبيرة وهناك احتقان شعبي لدى الشعب اليمني حيث نستطيع أن نقول إن شاء الله بإذن الله سيتم رمضان هذه السنة في الحديدة غير إن شاء الله على خلفية الانتصارات التي تحققها الشرعية الحوثيون أعلنوا مبادرة لوقف الحرب في اليمن ما الذي يفهم من هذه الخطوة وهل يمكن أن يكون الحوثيين جدين للذهاب في العملية السياسية برأيك؟ الحوثيين منهجيتهم الغدر والتآمر والعمالة بعد الانتصارات نستطيع أن نقول هم يريدون تسوية سياسية أو يريدون هدنة لأن الانتصارات ساحقة في كل المحافظات ليس في الساحل الغربي هناك تقدمات في محافظة البيضاء هناك تقدمات في الساحل الغربي هناك تقدمات في ميدي أصبح جبهات الحوثي تتهاوى ولا يوجد لديه سوى الاستسلام أو الموت ونقول له أن صعدة إن شاء الله قريب وسيتم تحرير محافظة صعدة وكل المناطق اليمنية أيضا الانهيارات المتتالية في صفوف الحوثيين السيد عبد الرحيم إلى أي حد يعطينا إشارات بأن هذه الميليشيات تواجه مشكلة حقيقية في قضية التمويل والتحشيد نعم هذه الجماعة تواجه عدة مشكلات وليس في التحشيد وخاصة بعد استشهاد الزعيم البطل علي عبد الله صالح أصبح الرجال القبائل يرفضون هذه الميليشيات هناك قيادات حوثية تستقدي القبائل لتقنيد أولادها مع هذه الميليشيات ويقابلون بالرفضة في الأيام السابقة قامت قيادات الحوثي ممثلة بما يسمى وزراءهم والقيادات العليا بالنزول إلى جميع المحافظات وخاصة محافظة الساحة الغربي ومحافظة تعز ومحافظة البيضاء للتقنيد والحشد وقوبلوا بالرفض الاحتقان الشعبي كما قلت قد بلغ ذروته اليوم الشعب اليمني يريد تحرير الجمهوري لمن يريد اليمن الجمهوري لا يريد الإمامة لا يريد أن يكون عبيد لهذه الجماعة الكهنوتية السلالية شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الرحيم فتيح القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام حدثتنا من القاهرة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك